ممكن القرين يكون مسلم ويهدي لصالح الأعمال أو في حاجة في الأول اسمه قرين نعم في قرين طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن خلاص أو كل واحد معه قرين قالوا وأنت يا رسول الله ده طريقة سؤال الصحابة وهم استغربوا كل واحد معه قرين من الجن وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم ضبطين الأسلم دي مضبوطة بضبطين وده مهم قوي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا من شره مقدرش أمرني بأي شيء لأنه في الحديث قال فلا يأمرني إلا بخير أنا في امتهى بطريقة الجمع آه لا والأمر الثاني فأسلم أي أسلم هذا القرين وآمن وقالوا هذا أمر خاص برسول الله فقط على سرطة صليم هو يكون مسلم آه هم قال إحنا لا إحنا نستعيذ بالله من همزه ولمزه وشره وكن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ونقول الأسكار ونستعيذ بالله ليه علشان ما يأصرش علينا يبقى معاك بس ما يأصرش لا تأثير له عليك يعني هو مش بيهدي لصالح الأعمال لعشان ده جزئتين من السؤال لقيل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك تستطيع أن تسيطر عليه ولا يستطيع أن يوسوس لك عندما تكون قوية الإيمان محافظا على حدود الله تاركا للمحرمات يعلم بهذا أن هذا يضعف شيطانه ولا يستطيع أن يقترب منه يا رب اللهم آمين يعني نبعد ونكون كده على أرض صلبة قوية إيمانية آمين يا رب